وينضم إلينا مراسلنا من القدس المحتلة أحمد البوديري أحمد يعني حبر يوقع وثيقة سيادة إسرائيل على الجولان وغارات على قطاع غزة في نفس التوقيت وكأن مشهد قد غزل بدقة ليرسم صورة تحمل رسائل كيف هي الانطباعات عما يحدث في الجانبين الآن في هذه اللحظات يعني هو مشهد سريالي كما يقول الفنانون لأن ما نرى عمليا هو توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار بسيادة إسرائيل على أرضه أصلا أرض محتلة ولكن في كل الأحوال هذا القرار وهذا التوقيع عموما مزعج لبعض الإسرائيليين وليس لعليه إجماع بمعنى بأن موضوع التفاوض المستقبلي مع سوريا عمليا الآن وضعت الولايات المتحدة شرطا جزائيا عليه وحتى لو أراد في المستقبل أي رئيس وزراء إسرائيلي أن يتفاوض حول مستقبل الجولان سوف يواجه مشكلة داخلية والجميع يعلم بأن الأمور تتغير في الشرق الأوسط بشكل متسارع قبل 18 عاما بالضبط في حوالي الثالث من يناير عام 2000 كان يمشي فاروق الشرع وزير الخارجية السوري وعلى يمينه كان رئيس المزراء الإسرائيلي أنفاك إيهود براك وبينهما كان يتوسط الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وهذه كانت المفاوضات في فيرجينيا وكان يتمشيان على ذاك الجسر في تلك الصورة المشهورة وكان الحديث حول الانسحاب الإسرائيلي من منطقة الجولان باستفناء منطقة سمي فيما بعد بأنها منطقة الخمسين مترا التي كان يمكن التفاوض عليها الأزمة الحقيقية هو أن بيل كلينتون كان أديه ما يسمى بوديع ترابين وديع ترابين هي عبارة عن تعهد إسرائيلي مكتوب بأن تنسح بإسرائيل من حدود الرابع من حزران أهم من منطقة الجولان شريطة أن تحافظ سوريا على الأمن الإسرائيلي مستقبلا هذه الوديعة الإسرائيلية التي سلمت للجانب الأمريكي من رابين إلى بيل كلينتون الذي في فينات المطاف أعطاها للشرع وزير الخارجية السوري وأيضا أعطاها لبراك هي عمليا وضعت السياسة الأمريكية نصب عيني العالم أنفاك بأن هناك حل سياسي لهذه القضية التي مرتبطة في حرب سبعة وستين وليست هي مرتبطة بمشكلة الفلسطينيين ولكن هي مرتبطة بمشكلة الشرق الأوسط بأكمله الآن الجانب الأمريكي أصبح عائقا وليس هو أصبح فقط جزء من المشكلة ولكن هو يمكن أن يعيق أي حكومة مستقبلية قوية لربما حتى في إسرائيل كما كان رابين رابين كان قويا كان قاعدا سابقا في جيش الاحتلال هو الذي شارك في احتلال الجولاني نفسه عندما كان قائدا لجيش الاحتلال وفي نهاية المطاف قدم وديع ترابين التي تعهد فيها كيف يقرأ الجانب الإسرائيلي ما يجرى في توقيع دونالد ترامب أولا هناك احتفاء يميني وتحديدا من حزب بن يمينة تنياهو بهذا الإنجاز التاريخي أولا موضوع القدس ثانيا موضوع الجلان ولا أحد يدري ما الذي يمكن أن يفهب إليه ولكن هناك قراءة مختلفة تقول بأن لفا دفع الأمريكيين لاتخاف في فيلاف الموقف الذي عمليا لن يغير شيئا في القانون الدولي الجولان سوف يبقى محتلا شاءت دونالد ترامب أفا شاءت إسرائيل أم تبهوها هي أراضي محتلة بقرار الشريعي الدولي وطبعا الأوروبيين عموما وروسيا وغيرها من الدول عدم الإنحاس كلها تعارض من فيلاف الخطوات واضطراها عن ديمة الفائدة وهي ليست في المصر ولكن لماذا دفع ذلك الأمريكيين هو الفشل الأمريكي في إدارة الأزمة السورية هو الفشل الأمريكي في أنه لم يكن لديهم أي بطاقة ناجحة في سوريا وبالتالي بقيت هذه البطاقة الأخيرة وهي عبارة عن جلوس دراماتيكي لدونالد ترامب وهو يكون بتوفيح هذه وحتى أنه أعطى القلم ولكن هناك من يرى ربما بأن ترامب قدم قربانا لإسرائيل للحصول على سك الموافقة على انتخابه رئيسا في الانتخابات المقبلة هل هذا منطقي أو وارد؟ بلا شك بلا شك بأن دونالد ترامب بعد ما فعله سوف يحصل على كامل التأييد للمجتمع لليهود الموجودين في الولايات المتحدة كانوا ديمقراطين أو كانوا جمهوريين عموما علما بأن الحزب الديمقراطي أغلبية هم في الحزب الديمقراطي ولكن في نهاية المطاف هذا يبشر دونالد ترامب بإدارة أمريكية جديدة أولا ثانيا مشكلة دونالد ترامب تتعلق في البيت الأبيض تتعلق في الكونغرس وفي مجلس النواب تحديدا والإشكاليات التي واجهها وتحقيق مولر وما إلى ذلك ولكن عندما يسافر من يمين نتنياهو إلى واشنطن ويؤجل ضربة عسكرية مطلوبة منه في قطاع غزة ولانتظار هذه اللحظة الحاسمة اللحظة التاريخية التي قالها بن يمين نتنياهو بلا شك بأن هناك ثمن والثمن هو أن الآيباك الآن اعتبر دونالد ترامب نبيا جديدا من أنبياء بني إسرائيل حسب الطورة وهذا الذي قاله أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذي قال بأن دونالد ترامب بالنسبة لنا هو شيء إلهي وليس شيئا عاديا حدف بالنسبة لنا وبطبيعة الحال هذا لم يكن متوقعا من أي رئيس أمريكي حتى جورج بوش الإبن الذي كان يعتبر أن فيه من الصقور الصقور لم يقدم ما قدمه دونالد ترامب لإدارات الأمريكية ولكن في المقابل نتنياهو أيضا ربما يعود إلى إسرائيل ومعه سك حماية سك آخر سك حماية من ما يطارده من ربما قضايا فساد أو لضمان الانتخابات المقبلة الإسرائيليون ليسوا بذاك الغباء الإسرائيليون يعلمون بأن كل ما يجري هي تمثلية وهذا ما يتحدثون فيه بإعلامهم عموما ويقولون بأن كل ما يفعل بنيمين نتنياهو هو مناقض للديمقراطية ويقوم بدعاية انتخابية كان يمكن تأجيل كل ما جرى لثلاثة أسابيع بعد أن تتم الانتخابات الإسرائيلية وليس دونالد ترامب يعني مستعجلا بمثلها في الأمور ولكن نتنياهو الذي ضغط باتجاه أن يكون هناك وبالتالي هناك اتفاق يعني ضمني بين الطرفين دونالد ترامب يريد دعم يهودي بنيمين نتنياهو يريد دعاية انتخابية حقق كلهما ذلك رفع بنيمين نتنياهو من أسومة ولكن في نهاية المطاف الذي يواجه الآن بنيمين نتنياهو هو ليس ذاك التوقيع في واشنطن ولكن مجريات المعركة التي سوف تبدأ بعد قليل في قطع غزة هذا هو المقلق بالنسبة لهم ولكن ميدانيا ما حدف في الجولان من توقيع ذاك الاتفاق ليس فقط هو يغضب الجانب السوري ولكن أيضا يغضب الحلفاء الأمريكيين وطحديدا الحديث عن الناتو نتحدث عن دول أوروبية هامة في منطقة الشرق الأوسط على هذه الحال ستتضح ردود الأفعال خلال الساعات القادمة سنكون على تواصل معك بكل تأكيد لنقل كل ما هو جديد حول هذه المسألة شكرا جزيلا لك كنت معنا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك